الأسواق الشعبية في سفيقس من الأماكن التي يرتادها كل شرائح المجتمع لم تعود مقتصرة على ذوي الدخل المحدود كما كان في السابق بل أصبح يقصدها أيضا عدد كبير من شريحة الطبقة المتوسطة وأحيانا ميسور الحال تشهد هذه الأسواق إقبالا متزايدا نظرا لما تعرفه من معقولية الأسعار والجودة مشاكل بتاع السوق هذي أنا أخذ بالغالي والمواطن مش قابل فهمتني ولا معنا حتى مشكلة فما الغالي فما الخيس جودة زادة فمشوى فما اللي يحب يأخذ حاجة غالية حب يطبيعها حاجة سمحة وليحب حاجة الخيسة متوسطة لا سواء ما ككو بره الزوالي معاش يلحق كل شي موجود وأسعار مناسبة وخارق العدد لا لا مش غالي الزوالي يمالي طوما يتشكوا خذارة ما شوفوا المواطن معناه المواطن معاش ينجي معيش إنسان زوالي معاش ينجي معيش سعار مناسبة عندنا نزال 750 خوخ 12 مئة عنب دينار بلح 750 نالا هنا ما نخدمش ونحب سوق الخميس فالليح يجي نصب لهنا ونفرس على ريحتي وما نخوه ما يتعى على عيني ثم كراز شروط هي اللي يتحدد الأسعار هذية فهمت والمنتصبين اللي كلهم معنتها يعرفوا الشي هذية والمستلزم مثلا فهمت هو دجا ما يجيبش يطلب عليهم حاجة تفوت القوانين فهمت تتجاوز المعلوم المحدد عن طريق كراز شروط اكتظاظ كبير وبضاعة متنوعة وانتصاب فوضوي وغياب الرقابة والردع بين متذمير ومتعامل مع الوضع تعددت الآراء شوية نظام ويرفع راهو احنا ما ننقوش احنا هنا نقضي وتخيل انتي هذي السيزي من هنا هذي السافت من هنا نتقلقوا بالحق بالقضية ولا غا ينظموا روحهم عندنا كمين الكبار مذبية ما يتعدوش من السبع لنصف النهار الكبار ياسر السوق ميكونش في كيس كيما هكا يلزمهم يعملون لما بلاصة مثلا نطلبوا من البلدية باش تمنع الشحينات والسيارات الثقيلة من المرور يوم الخميس حتى تسهل حركة المرور السوق صغير صحيح فهمني مثلا ماشي كوني اللي جاين بالواجب لاني هكي باش يحطم الناس يقولي كم نظمي زيق والكراهب ترى كيفاش الزحمة والانسان مش لقي راحتها في السوق باش تخضي ما هوش موقع متع السوق والله احنا دورنا معنتها اولا معنتها ثم بريسك معنتها مع الترتيب البلدية اجتماعات اسبوعية واجتماعات دورية معنتها لتحسيسهم بواجبهم في المسألة واحنا معنتها من ناحية نظافتها خطر هو السيد المشتلزم وقت اللي يجيه يا اخو ما يقومش بعمل التنظيف نبعثه اعواننا الغدوة الحية معنتها بعد انتصاب التجار وكل شيء ونطفه المكان كامل معنتها فهمتها واحنا حرصنا هو انه ما تصير مشاكل مرورية اساسا هكا هو المشكلة والعاق الوحيد القدرة الشرائية للمواطن حديث الساعة لدى الجميع وتعتبر الاسواق الشعبية ملاذه الوحيد لتخفيف الضغط عليه لكنها تحتاج الى مزيد الاحاطة والاهتمام من قبل المسؤولين والله مع كل اسف هذا ورقة معنتها ملموس اما احنا وقت اللي عقدنا حررنا العقد مع السيد المشتلزم معنتها في حدود السوق من داخل معنتها البرة ما يمكنش الانتصاب واحنا هذا دور الشرطة البلدية اللي هي الترتيب البلدية وكانوا معنتها لحد الان ما زالوا مقاموش بواجبهم من ناحية الزام المنتصبين باش ينتصبوا داخل السوق واحنا ان شاء الله هي بشرة خير وبدأت الترتيب البلدية بعد مركزنا مركز شرطة بلدية بالشحية بداية الأمور تتحسن أحسن وكانت عنا نقاط سوداء مثلا قدام الجامعة كان انتصاب الشاحنات بالخضرة والغلة وبدأوا يتحركوا أكثر وان شاء الله يجي دوروا بإذن الله فهمتوا هذا طموح الناس الكل على خطر الطريق بصراحة ما عادش سالك ما عادش الناس تجمت مروا بسهولة وبإذن الله معنتها الترتيب مش تقوم بدورها واحنا شعرين بالحكاية واعلمناها مقدش مرة بش يتوجهوا وتعرف بعد الثورة قاعدت ثم أمور نقصة والحمد لله بعد تركيز المركز إن شاء الله نعدوهم اللي مش نتلافهم المشكلة هذية ويتنحى في أقرب وقت موسيقى 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 اشتركوا في القناة